السلام عليكم الثاني استخدام من استخدامات البام حسب البرجت فيس وهو cost estimating وهو ان انا بعمل تقدير للتكلفة ممكن نعمل موضوع ده اثناء البلان يعني كل واحد يجي قولي انا عايز بس اعرف المشروع ده يكلف كام لان انا داخل مناقصة وعايز عارف ايه السعر المناسب اللي اقدر اقدم في الناس ديت يعني انا خايف اقدم مبلغ كبير اوي المشروع ما اقدرش اخده او اقدم مبلغ غليل فالمادرش اعمل المشروع بالمبلغ ده وتخسر فيه فالcost estimation مهم جدا وممكن يبدأ في اي مرحلة بس لو بدأ في الاول خالص يكون احسن لان تكلفة ان ان تعمل cost estimation ايايا في اي مرحلة فلو بدأت من البلان هتكون اكثر استفاده ده محتاج الناس تعمل الموديل المبدئي وهتلع لهم القيم والميزة ان اي تعديلها هيحصل الاوتوماتيك هو بيعدل القيم ويعدل الحصل فموضوع cost estimation من اكبر المزايا وهو اعتبر بعض من ابعاد البم والبعد الخامس اللي انا بضيف التكلفة بتاعت المشروع بش بس بقول عندي كما عمود والعمود يقف عليها بكذا لا نقدر نفصل الشادات مثلا هتبقى بكام اللي عمالها هتبقى بكام الخامات اللي هتيجي لو في شركة سوف تعملها بندخل في التفاصيل بحيس يديني رقم دقيق جدا وبعدك اضيف الربح بتاعي على التكلفة